يا أهلين وسهلين بكل المتابعين متابعين الأعزاء يمكن الأجمل من زراعة نباتات الزينة أو النباتات المزهرة بالأصص هي زراعة الأشجار المثمرة نعم الأشجار المثمرة هي قمة المتعة لما تزراعها بالأصص سبقوا زراعنا شجرة تين تعالوا فرجيكم هنا عملناها بنصاي مقزمة قزمنا شجرة التين قبل تقريبا يمكن خمس شهور ست شهور يمكن ذاكرين تابعوا الفيديو تطلعوا بس حبيت أعرض لكم النتائج حتى أشجعكم في البداية أحمسكم لحلقتنا لليوم طبعا هذه البنصاي شاهدوا الفيديو بدي أضع لكم إياه مع البطاقات في الأعلى مع الفيديوهات المقترحة وأيضا بالوصف هذه بنصاي التين لكن اليوم بدنا نعرض لكم طريقة زراعة أشجار التين بالأصص الطريقة الصحيحة بتنجح شجرة التين قوية بكل ظروف بتنجح خلينا نبدأ مع بعض على طول أول شيء بدي أختار شجرة في عندي هذه شجرة التين دائما حاول اختار شجرة تكون متوسط عمر يعني خلينا نحكي سنتين في عندي هذه الشجرة طبعا بدنا نقوم فيها بعمليتنا لليوم زراعتها طبعا إلها طريقة خاصة بالزراعة أول إشي بدي أجل الشجرة طبعا بإمكانكم القيام بهذه العملية بأي وقت بدك إياه ولكن أفضل أفضل وقت يعني الوقت اللي بريحك ونسبة النجاح بتبقى 200% هي مع نهاية فصل الشتاء يعني نحكي من منتصف فصل الشتاء وحتى تقريبا منتصف فصل الربيع وممكن نهايته ولكن بالطريقة اللي بدي أعرض لكم إياها اليوم بإمكانك بأي وقت تطبيق عملية وزراعة شجرة التين بإصصيص وعاء جردل أي شيء موجود عندها بدأجي للشجرة اللي عندي بحاول إذا في عندي أغصان سفلية هذه بدأ قصها بحاول أخفف شوية يعني عن الشجرة لاحظوا وهذا الغصن اللي هون كمان أنا بدي أقصه بكفيني أنا غصن رئيسي وفي عندي هنا تفرع وفي عندي هنا تفرعات بتلاحظوا حتى في عندي بداية إيش عقد كمان هون تمام هيك خلصنا الآن باجي للنبتة باجي منها أنا من الفتحات من المنتصف بترك تقريبا خمسة سانطي من الأسفل وبقص بهذه الطريقة حاول التربة تبقى عندك نوعا ما جافة ما تبقى يعني رطب كثير أزقي وآجي أزرع لا تبقى عندي التربة نوعا ما يعني جافة رطوبة خفيفة هيك أنا خلصت من هذا الجزء لاحظوا بشد هذا الكيس للأعلى هيك أنا طلعت الشجرة بجهزها للزراعة طلعوا عندي هون بحاول هذه التربة بزيل منها شوية بالراحة والجذور اللي عندي هون بحاول هيك شوية أمشطهم شوية صغيرة طلعوا كيف بسلاسة بشتغل ما بيدها إش كتير هيك أنا أمشطهم باجي من الأسفل بحاول أزيل شوية هيك صارت عندي نوعا ما جاهزة بحاول أقلم شوية من الجذور شوية خصوصا الجذور السوداء بتلاحظوا هذه الجذور البيضة بدي أخليها أما الجذور البحثها على سواد شوية قديمة هذه إيش بزيلها لاحظوا هذه كلها هيك بزيلها الشقة تانية كذلك الأمر بحاول أمشط شوية أحرر عملية تحريض للجذور حتى تنبت عندي بسهولة بالتربة الجديدة هيك أنا جهزت الشجرة لاحظوا هيك تقريبا جاهزة عندي الشجرة حطها هون هيك عشقية الآن نيجي للتربة والإصصيص اللي بدي أزرع فيه دائما دائما يا إخوان بنصح يكون حجم الإصصيص متناسق مع حجم الشجرة يعني ما بجيب شجرة زي هذه عمرها تقريبا سنتين بحطها بنص برميل لا هذا الكلام خاطئ وبرضو ما بجيب إصصيص صغير صغير جدا لا بتصير الشغلة بنصاي زي هذه الشجرة اللي معانا هون هذه لاحظتم هذا الإصصيص مناسب هذه الشجرة عمرها سنتين حطنا لها إصصيص تقريبا حجمه 25 لتر لا 30 لتر يعني هذا خلينا نحكي هون 40 سنطي ب40 سنطي تمام؟ ممكن أصغر شوي أكبر شوي الآن بتأكد إنه مثقب من الأسفل عدة ثقوب والثقوب تبقى جيدة لاحظوا هذه الثقوب بتعمل تهوية وبتصرف الماء الزائد مهم جدا إنه هذه الثقوب تكون عندي موجودة ممكن كمان أزيد الثقوب ولكن هذا بكفي لاحظوا أربع ثقوب كافية ممكن كمان ثقبين إذا أنا حاس حالي فيش عند انتظام في الري كمان ثقبين بمشي الحال ممكن كمان على الجانب أربع ثقوب واحد اتنين تلاتة أربعة ولكن أنا دائما موضوع الري هذا بنظمه بقلل منه خصوصا للتين خلينا أجيب التوف تعالوا معي تعالوا أجيب لكم هذه الحجارة الموجودة معاي التوف هايها شايفينها هذه حجارة بركانية صخور صخور نارية صخور بركانية هذه ميزتها بتحتفظ في الرطوبة بتمتص الماء الزائد بتمنع التعفونات برضو إيش في الجذور من الأسفل بنصح فيها إذا ما كان عندك هذه الحجارة بيمكنك استخدام الحصى حصى أي حصمة أي حجارة موجودة عندك بيمكنك نحط هنا طبقة تقريبا خمسة سانطي في الأسفل من هذه الحصم الموجودة معنا للعلم اختياري هذه ولكن يفضل يعني أنا بنصح أن تحط هذه من الحجارة هذه النوعية بتجدوها بالصيدليات الزراعية بحط هنا طبقة خمسة سانطي لاحظوا هذه الطبقة بعدين بجيب التربة الموجودة معاي هذه التربة إخواني هي عبارة عن خمسين بالمئة بتموس الباقي لخمسين بالمئة رمل طين فيرموكلايت بيرلايت أي خلطة تربة موجودة عندك هذه الخلطة وموجود فيها سماد عضوي نسبة خمسة في المئة مش أكتر مش أكتر من إجمالي حجم التربة بحط له السماد العضوي المتخمر أنت المهم أنا بهمني تكون عندك تربة خفيفة تكون هذه التربة تحتفظ في الرطوبة وجيدة التصريف هذا هو الهدف عشانك أنا بستخدم هذه الخلطة خمسة في المئة بتموس خمسة في المئة سماد عضوي والباقي التربة المحلية رمل طين خلطة من هذه التربات بمشي حالها الآن بدي أحط طبقة الآن حطيت أول طبقة حاول إضغط على هذه الطبقة يا إخوان إضغط عليها شوية هيك هيك شوية صغيرة وبكمل تربتي لما نأصل تقريبا لنص القصيص لاحظوا الآن بجيب النبتة بعاينها في المنتصف تبقى عدل النبتة بواسط بواسط تمام لاحظوا هيك تمام التربة من تحت بحاول إحط صبعيك شوية الآن بكمل التربة الآن أصدقائي انتهيت من الزراعة بتلاحظوا أنه منسوب التربة هو منسوب الحز اللي عندك موجود في القصيص هذا هو المنسوب في القصيص اللي عنده بتكون عنده التربة تمام وما بغطي كثير من الشجرة عادي منسوبها الطبيعي اللي كانت عليه أنا حطيتها فيه بس مش أكتر ولا أقل الآن برويها ري جيد هذه الرية الأولى عندنا بتكون رية جيدة مشبعة بحاول أشبع فيها كل التربة تقريبا بعد هيك بكون عندنا الرية حبايبي عند ملاحظة جفاف التربة تقريبا بشكل كامل خصوصا للتين وبدنا ننتظم أصلا التين طبعا في مناطق ما بنسجيها كانت الأجواء معتدلة بس على ميت المطر ولكن في القصص بدي أحاول أسجيها فصل الصيف فصل الخريف يعني لما لاحظت جفاف سطح التربة طبعا هي نبتة خارجية بدك تحطها وين تحت أشعة الشمس المباشرة ولكن مش الآن لا الآن بحاول أضعها منطقة أسبوع في منطقة شبه مضللة لمدة أسبوع حتى ترتاحك الشجرة وتتأقلم بعد ذلك بنقولها على مكانها المشمس للعلم بتتأقلم يعني حتى لو كانت عندك منطقة بصلها شمس جزئية بتتأقلم على المنطقة لو كانت عندك مثلا على البلكون ازرعها على السطح ازرعها أي منطقة بصلك فيها شمس الصبح خصوصا يعني نحكي للظهور حتى لو كمان قبل الظهور ازرع فيها هذه شجرة التين بتبدأ بنفس السنة اللي انت زرعتها فيها بنفس الموسم بتبدأ عندك بالإنتاج هذه هي تقريبا كل الشغلات اللي انتو بتكم إياها بالنسبة للتسميد ما بسمد خلينا أسمي يعني هذه الفترة بعد تقريبا شهرين ممكن ثلاث شهور ممكن الموسم الأول كله اذا انا اهتميت بالسماد العضوة في التربة ما أسمد بصير عندي التسميد يعني بعد هذا الموسم بالأسمدة الموجودة عندكم خصوصا هي بتحب الأسمدة الطبيعية ما في منها مشاكل دير بالك بس ما تكثر موضوع السيجي والري يعني خلينا نحكي بالصيف خلينا نسجي هذه النبتة مثلا كل أربع لخمس أيام مرة بتنجح عندك وبتصير وفي ناس كمان بيسألوني طيب هذا الإصيص الوضعت فيه لهذه الشجرة قداش ممكن يقعد هذا الإصيص ممكن يضل لهذه الشجرة بمتوسط تقريبا ثلاث سنوات يعني بعد ثلاث سنوات ممكن أنا أكبر الإصيص لحجم أكبر قليلا وممكن كمان يدوم عندي أكثر ممكن يضلها عندي لخمس سنوات حسب عنايتي أنا بالتربة وتسميدها هذا كل ما يهمكم عن زراعة التين بالأوعية والأصص زراعة جميلة جدا بنصح الجميع بالخوض فيها ويعني إذا ما كان عندك أرض دائمة استغل أي أصص أوعية جرادل البوية البيض كمان وين الجرادل البيض زي هذول خلينا بسك شوي يعني بدأ فرجيهم جردل زي هذا برضو ازرع فيه هذا 18 لتر أو 18 كيلو برضو ازرع فيه هذا فقط للمثال توضيحي ودائما نتمنى لكم كل التوفيق ولكم منا كل التحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته